اشتركوا في القناة الخبر المتداول بيقول خبر مؤسف عن الفنانة دلال عبدالعزيز تبكي الملايين بعد فقدها النطق والحركة وانهيار وبكاء دنيا سامير غانم طبعا الخبر ده احنا اريناه كتير جدا وتداول الساعات اللي فاتت بطريقة سريعة جدا وحقيقة الخبر ده ان الفنانة دلال عبدالعزيز او موجودة في المستشفى وما زالت تتلقى العلاج والاطباء صرحوا بان حالتها مستقرة بس هي بتشعر بضيق تنفس فعلشان كده وضعوها على جهاز التنفس الصناعي وطبعا الاطباء اه اقروا بان حالتها كويسة ومستقرة والحمد لله وربنا يشفيها وان يريد ندعي لها بالشفاء العاجل ودي كان حقيقة الخبر فقد دلال عبدالعزيز الحركة والنط اشتركوا في القناة وانفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته